السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات المدارس السنوية والتجارية والفندقية معدنا النهاردة مع حلقة جديدة من مادة الحاسب الآلي هنستكمل الجزء اللي بدأناه عن أهمية المادة ودرها في المجال التجاري والمجال الزراعي والفندق وتقريبا في كل مجالات الحياة داخل معنا وبعدها هندخل في جزئية مهمة وهي المحاسبة الإلكترونية طيب تعالوا نفتكر مع بعض كده ونراجع مع بعض إيه الحاسب الآلي مهمته إيه في حياتنا أنا بستخدمه مع التطور التكنولوجي تقريبا بستخدمه في كل مصلحة حكومية أو في كل منشأة تعليمية أو أي مؤسسة طيب زي إيه أقدر عن طريق الحاسب الآلي أقدر أعمل المحاسبات المصرفية والبنكية وأقدر أبيع وأشتري من طريق الإنترنت من أي موقع وأقدر كمان أعمل المقابلات الشخصية لأي شركة وأقدر أنا لو أدور على وظيفة برضو أقدر أدور أبحث عن وظيفة عن طريق الإنترنت وبرضو أقدر لو أنا طالب موظفين برضو كذلك أقدر أنزل إعلان وأدور وأتقدم لي وفق الشروط اللي أنا حاططها طيب برضو أقدر أعمل حاجة اسمها تسويق أقدر أسوي إلى أي منتج زي ما قلنا وأقدر أعمل أي معاملات بنكية وأقدر كمان أصمم الفواتير الإلكترونية عن طريق الحاسب الآلي طيب تعالو ناستعرض مع بعض على الجهاز نشوف إيه هي المجالات اللي أقدر أستخدمها فيه الحاسب الآلي بعد ظهور الحاسب الآلي إه إزاي ما قلنا وتطور السرع للتكنولوجيا أصبح من الممكن إجراء الأعمال التجارية عن بعد من أي مكان زي المشتريات ومعاملات بطاقات الاقتمال والخصم التلقائي عند الشراء لما يشتري من أي حاجة عن طريق المواقع اللي هي الأونلاين التسوق الإلكتروني أقدر أخصم على طول بمجرد ما خلق الفيزا يخصم لي ويجي لي الحاجة على طول أونلاين برضو بيتيح زي ما قلنا البحث عن موظفين وإجراء المقابلات الشخصية لهم لو أنا عايز أدور على موظفين عملت شركة جديدة وليكن عايز أدور على موظفين وفق شروط معينة أقدر أحط الشروط دي وأحط الإعلان عندي وأعمل كمان المقابلات الشخصية لهم عن طريق الإنترنت والكمبيوتر أونلاين واللي هيقبل معي أن نبعاته ويجي وكذا طيب أقدر عن طريق برضو الحاسب الآلي أعمل ميزانية للشركات عن طريق البرامج المختلفة والنمازج الضريبية وبرضو بيتميز بإيه؟ دكة والسرعة في إعداد المستندات بيبقى أدق شوية من الصورة التقليدية وأقدر أنشئ الأنظمة المحاسبية الكاملة متكاملة من أولها الأخيرة زي ما أعرف مع بعض بعد شوية برضو بتعمل لي إحكام الرقابة ومتابعة تنفيذ العمليات يعني إيه؟ يعني بقى أقدر أنفذ أي عملية واشوف وصلت لحد فين وبرضو بستخدمها في عملية تحليل البيانات وعمل دراسة الجدوى لأي مشروع وبستخدمها في إدارة الأنظمة والمؤسسات والشركات وبستخدمها زي ما قلنا برضو في إنشاء الفواتير الإلكترونية عن طريقها أقدر أدخل الصيغ وأعملها إلكترونية عن طريق برامج زي الإكسل وبمجرد ما أعملها مرة أقدر بعد كده أطبع الفواتير الإلكترونية دي أسرع من الفواتير اللي هي في صورتها التقليدية زي ما هنعرفها مع بعض عملي في الجزء الجاي طيب أهم المؤسسات اللي بتستخدم الحاسب الآلي في الأعمال التجارية أهم مؤسسة طبعا ومعروفة اللي هي البنوك وشركات بطاقات الاقتمان والمؤسسات المالية والمؤسسات الإدارية عن طريق زي ما قلنا إن أنا أقدر أشتغل أي مكانة بره أقدر أسحب منها وأقدر أوضع منها فلوس طيب تعالي نقش على جزئية مهمة تاني اللي هي بقى عايزين نعرف إيه دور الحاسب الآلي في التجارة الإلكترونية هنبقسمها كده جزء جزء أول جزء وهو التسوق الإلكتروني إحنا قلنا إن في شركات كتيرة جدا لما بتيجي تتأسس بتعمل موقع ليها موقع ويب بيبقى أونلاين بتعرض فيها الخدمات أو المنتجات بتاعتها العميل بيخش بيدور على المنتج اللي هو عايزه بمجرد كأنه ماسك سلة وبيضيف في السلة المنتجات اللي عايزها وبيقدر يشتري كمان أونلاين وعن طريق الفيزا هو تجيله لحد البيت دي التسوق الإلكتروني يبقى التسوق الإلكتروني زي ما قلنا أصبح من العديد من الشركات موقع ويب يسمح لمستخدمين الإنترنت بشراء منتجاتهم أو خدماتهم بحيث يمكن التسوق من المنزل حيث أن المتاجر الإلكترونية تعمل في أي مكان هو في أي وقت يعني أنا أنا قاعد في البيت أقدر أشتريه من أي مكان في العالم وفي أي وقت أنا عايز أشتريه فيه الجزئية التانية وهي الخدمات المصرفية الإلكترونية ودي بتشمل زي ما قلنا أنشطة مصرفية متنوعة زي الأنشطة اللي بتتمي بالمنزل أو من على الطريق حتى أو على اللي هي الأسحب بدل ما أنا روح البنك الموقع بتاع البنك الفعلي دي الخدمات المصرفية الإلكترونية طيب تطبيقات التجارة الإلكترونية بقى اللي بتوفرها الحاسب الآلي أول حاجة الخدمات المصرفية اللي احنا قلناها من شوية بعد كده التسوق في مراكز التسوق الإلكترونية أقدر أشتريه وبيع زي ما قلنا من أي موقع لأي شركة وأقدر أشتري الأسهم وأعمل المزادات وأقدر أبحث عن وظيفة معينة زي ما قلناها من شوية وأقدر أعمل المقابلة الشخصية بتاعتي عن طريق الإنترنت وأقدر أعمل أي إعلان وأعمله الدعاية بتاعه وأسوقه وأقدر أستخدم الحاسب الآلي في التجارة عن طريق برضو خدمة العملاء أقدر أستخدمه في الخدمة للخاصة بالشركات طيب تعالوا ندخل في جزئية مهمة وهي المحاسبة الإلكترونية باستخدام الإكسل طيب من اسمها محاسبة الإلكترونية بقى أنا بستخدمها عن طريق جهاز الحاسب الآلي بالبرامج المختلفة زي برنامج الإكسل اللي احنا نركز عليه النهاردة طيب المحاسبة الإلكترونية دي عبارة عن إيه؟ أنا عندي الجزء المحاسبي بتاعي بس باستخدمه باستخدم له تطبيقات الحاسب الآلي زي البرامج الجهزة أو البرنامج اللي هو اللي احنا هنركز عليه النهاردة اللي هو برنامج مايكروسوفت إكسل تعالوا نشوف بناعمل الكلام ده ازاي؟ أو ناخد شوية مقدمات كده قبل ما نبدأ طيب تعريف المحاسبة الإلكترونية زي ما قلنا من شوية هي التطبيق العملي لاستخدامات الحاسب الآلي في مجال المحاسبة طيب تمام يبقى التطبيق العملي اللي باستخدمه عشان أطبق المحاسبة العادية في صورة الفرق دي بس إيه؟ عملي أو هي تنفيذ المهام المحاسبية التطبيقية زي ما قلنا باستخدام برامج الحاسب الآلي طيب إيه بقى المحاسبة الدفترية؟ المحاسبة الدفترية دي هي فن التسجيل وتلخيص المعاملات والأحداث المالية بطريقة متميزة وفي صورة نقضية وتفسير النتائج المترتبة عليها ده هي المحاسبة الدفترية إحنا بناخد مقدمات كده قبل ما نبدأ في الجزء العملي طيب المراحل نفكركم بيها بسرعة كده مراحل الدورة المحاسبية بتكون من إيه؟ أول مرحلة وهي تسجيل العمليات في دفتر اليومية ويعتبر دفتر اليومية بمثابة سجل يومي تقايد فيه العمليات حسب الترتيب الزمني لوقت حدوثه ثاني حاجة ترحيل قيود اليومية إلى دفتر الأستاذ ودفتر الأستاذ ده عبارة عن سجل بيحتوي على مجموع من الحسابات بتتم فيه عمليات تبويب العمليات المحاسبية في مجموعات مترابطة ومتشابهة بعد كده بيتم إعداد ميزان المراجعة وميزان المراجعة ده هو عبارة عن كشف بيتضمن الأسماء الحسابات المختلفة وأرصد الحسابات مبوابة إلى أرصد مدينة وأرصد دائنة حسب طبيعة كل حساب يبقى بيتم إعداد ميزان المراجعة بعد كده بيتم إعداد القوائم المالية زي قائمة الدخل، قائمة حقوق الملكية، قائمة التضافقات النجلية، وقائمة المركز المالي طيب إيه بقى مميزات المحاسبة الإلكترونية؟ أو أنا ليه بدأت أشتغل بالمحاسبة في صورتها الإلكترونية وبعدت عنها في صورتها التقليدية؟ طيب أول حاجة المحاسبة الإلكترونية دي طبعا لما بشتغل الإلكترونية على الجهاز طبعا بيبدأ لها فجزء كبير من الأخطاء البشرية اللي بتظهر معايا في صورتها التقليدية يبقى بيتميز بدقة النتائج وسرعة الاستخدام وسهولة البحث وأقدر كمان أعدل فيها ببساطة وأقدر أستخدمها في أي جزء أعايز أعمله يبقى تعالوا نشوف الجزء ده هو أول حاجة وهي دقة النتائج وخلوها من الأخطاء تاني حاجة تسهيل متابعة التغير في السجلات والركابة على البضائع بعد كده تنفيذ وتسجيل العمليات وترحيلها والتعرف على الأرصدة وبعد كده برضو من مميزات المحاسبة الإلكترونية بيبقى فيه مرونة في إعداد التقارير أقدر أعمل تقارير وأقدر أغير فيها وأقدر أعمل كشوف الحسابات والقوام المالية وأقدر كمان أطبعها وقت الحاجة طيب إيه المستجدات اللي ظهرت في علم المحاسبة الإلكترونية عندي جزءين؟ جزء الإكسل المحاسبي والبرامج المحاسبية الجهزة طيب تعالوا نشوف مع بعض كده سريعا أشهر البرامج المحاسبية الجهزة زي بيتش تري وكوك بوكس وإتالي ومايكروسوفت أكاونتينج دي البرامج المحاسبية الجهزة من أشهرها طيب فيه برامج برضو برامج حلول الأعمال وهي زي الأوراك المحاسبي وبرنامج ساب دي برامج حلول الأعمال موجودة معايا طيب ننتقل إلى جزء تاني بقى وهو إزاي عايز أشوف دور المستخدم في الإكسل المحاسبي في صورته الإكسل المحاسبي والبرامج الجهزة إيه الفرق ما بين دور المستخدم في الإكسل المحاسبي والبرامج الجهزة دور المستخدم في الإكسل المحاسبي هو يكون مدخل بيانات وبيصمم كمان التصميم بتاع المحاسبي أما في البرامج الجهزة فهو دوره مدخل بيانات فقط يبقى ده دور المستخدم هنا وهنا تعالوا نشوفهم مع بعض عن الجهاز في الإكسل المحاسبي المستخدم بيقوم بدور زي ما قلنا مصمم وبيدخل البيانات أما في البرامج المحاسبية الجاهزة فهو يقتصر دوره على إدخال البيانات فقط تمام تعالوا وندخل في الجزئية اللي بعد كده وهي الإكسل المحاسبي الإكسل المحاسبي زي ما احنا خدنا مقدمة عنه وهو باستخدام المهارات الخاصة ببرنامج الإكسل في الأغراض المحاسبية المختلفة وصولا إلى تصميم نظام محاسبي كامل طيب تمام ده الإكسل المحاسبي ايه الأهداف بقى؟ أهداف الإكسل المحاسبي دي عندي أقدر أصمم بيه زي ما قلنا من شوية أوراق العمل زي الفواتير الإلكترونية وأقدر أعمل بيه المشتريات والمبيعات والخزينة والبنوك والمصرفات وحساب العملاء وحساب الموردين ده أول جزئية في أهداف الإكسل المحاسبي الجزء اللي بعد كده أقدر أعمل أو أعد كشوف مرتبات الموظفين وأقدر أعمل متابعة للحركة في المغزون عندي عايز أشوف حركة البضاعة جوه المغزن واللي ناقص منها واللي عايز أضيفه واللي عايز أزيده وأقدر أعمل تقارير كمان شهرية وسنوية وغيره وأقدر أسجل العمليات في دفتر اليومية إلكترونية من ضمن الأهداف برضو أقدر أرحل القيود إلى الحسابات المختصة في دفتر الأستاذ وبعد ميزان المراجعة واستخراج القوائم المالية منه زي قايمة المركز المالي اللي قلناها من شوية وقايمة الدخل وقايمة التدفقات النقدية طيب إيه هي بقى زي ما قلنا من شوية مميزات استخدام الأكسل في المحاسبة طيب المميزات زي ما قلنا من شوية طبيعي لما أنا بحفظ الشغل عندي على الجهاز أو على البرنامج أي برنامج زي برنامج الأكسل بيبقى فيه سرعة في الانتاج والأداء عندي أقدر أعمل القايمة أو الكشف بتاعي بسرعة وأقدر أتابع حركة المغزون وأتابع حركة البضاعة وبرضه بقدر أنشئ الفواتير الإلكترونية بسهولة وأقدر كمان أعمل الكشوف اللي هي خاصة بكشوف المرتبات والكلام ده كله أقدر أعمله بدقة وتقريبا يكاد يكون خالي من الأخطاء تعالوا نشوف مع بعض يبقى أول حاجة السرعة في تنفيذ وتسجيل العمليات وترحيلها دقة النتائج وخلوها من الأخطاء تسهيل إحكام الرقابة على البضائع وتسهيل متابعة التغير في السجلات سرعة التعرف على الأرصدة الحالية وزي ما قلنا من شوية برضو أقدر أعمل التقارير وعد التقارير بسرعة وأطبع النسخ اللي أنا عايزها وبرضو أقدر أطبع الوصائق وأي كشف عندي في كشوف الحسابات أو أي كشوف تانية وأقدر أعمل تحليل البيانات عندي في المنظمة أو المؤسسة وليكن تحليل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وهكذا وأقدر أتابع التغير في مختلف المراحل عندي وأنا شغال وأنا ماشي في النظام المحاسم دي كانت مميزات المحاسبة الإلكترونية طيب تعالوا نشوف أول حاجة عندي وهي الفاتورة الإلكترونية طيب الفاتورة الإلكترونية دي ناخد تعريف سريع لها كده بتتم عن طريق برنامج الإكسل أقدر أصمم ونفذ أي فاتورة الإلكترونية زي إيه؟ بمجرد ما أنا أقدر أدخل الأصناف والأسعار وقيمة كل صنف بعد كده عملت التصميم وأقدر كمان أحط الاسم الشركة ورقم الفاتورة وعنوان الشركة ورقم الشركة وأقدر كمان أضيف الصياغ بقى عندي بعد ما عملت التصميم بتاع الفاتورة على الإكسل أقدر أضيف الصياغ والمعادلات عندي وبمجرد ما أضيف مثلا عايز أشوف قيمة كل منتج مثلا أنا أخذت جزء 5 في عدد سعره وهيطلع لكذا وأقدر أعمله في كل جزء معي طيب تعالوا نشوف الجزئية دي تاني يبقى عن طريق برنامج الإكسل أقدر أعمل أصمم فاتورة ونفذ فاتورة إلكترونية بمجرد إضافة الأصناف والسعر والكمية يقوم البرنامج بحساب الضريبة ليظهر الإجمالي بشكل تلقائي طيب بتتكون مراحل تصميم الفاتورة من أول حاجة تصميم وتنسيق شكل الفاتورة يبقى أنا بصمم الفاتورة على جزئين بقسمها على جزئين أول حاجة بعمل تصميم وتنسيق لشكل الفاتورة بعمل تصميم النهائي عندي وبعد كده ببدأ في إدخال المرحلة التانية وهي إدخال الصياغ والدوال للفاتورة تعالوا نشوفهم واحدة واحدة كده على الجهاز أول حاجة تصميم وتنسيق شكل الفاتورة قدامي الفاتورة هوا هصممها من الصفر أنا فتحت برنامج الإكسل وهاجي عند التبويب بيجلي قوت تخطيط صفحة وهاجي عند الجزء اللي هو ده هاجي تدوس على شيط رايت وليفت عشان أجيب اتجاه ورقة العمل من اليمين إلى اليسار عشان هبدأ كتابة باللغة العربية وهاجي عندي أهو عند الجزء اللي هنا الصف الرابع وهبدأ أكتب ميم اللي هي مسلسل وبيان وكمية وسعر والمبلغ هاجي عند الجزء ده وأحدده وأضغط من هوم وأقول له ماج أن سنتر دمج وتوسيط وهكتب اسم الشركة وليكن الشركة المتحدة وهاجي عند الصف التاني ده وأحدده وأعمله دمج برضو وهسمي هنا أكتب العنوان وليكن عنوان الشركة ميدان روكسي القاهرة كده أنا حددت الجزء أحددهم كده هوم مع بعض وبعد كده أعمل لهم التنسيقات اللي أنا عايز أعملها من تبويب هوم واجي عند الفل أو هنا اللون وهعمله تعبئة باللون ده بعد ما هلازم أحدد طبعا عشان أعمل أي تنسيق وهاجي هنا وليكن في الجزء ده الخليا دي وهكتب الأصناف اللي أنا عايز أدخلها أعمل لها قايمة قايمة منسادلة هكتب لوعة مفاتيح وليكن موس شاشة وطبعة وليكن الأصناف دي عندي وهاجي تحت هنا خالص هدمج الجزء ده من الخلايا وهعمله دمج وتوسيط وبعد كده هكتب الجملة وهاجي هنا في البيان أول خانة تحتها على طول وهبدأ أعمل القايمة المنسادلة هاجي عند التبويب data نركز مع بعض ومن المجموعة data tools هضغط على data validation وهختار data validation عندي قدامي ظهر المربع الحواري ده هاجي عند اللي هو هقول له list قايمة عايز أعمل قايمة منسادلة وهاجي عند صورس المصدر هنا وهقول له القايمة اللي أنا كتبتها أو المنتجات أهو هضغط عليهم كده أهو وأسحب الموز بكريك شمال وبعد كده اتكتب معايا المادة أهو وأقول له أوكي نركز مع بعض عشان نقدر نعمل قايمة بعد كده هدوس هنا كده وأسحب لما تظهر معايا الرمز العلامة الزائد هسحب لتحت عشان تتنزخ نفس صيغة في باقي الخلايا هوسع شوية الخانة بتاع البيان دي عشان يبقى تكفي هحدد المادة ده وبعد كده أقدر أعمله التنسيقات اللي أنا عايز أعملها هاجي عند هنا اللون ده والياكون وعملته باللون ده وهاجي برضو عند المبلغ اللي هو الجزء اللي فيه الأسعار هحدده كده وههديله لون برضو سماوي والجزء ده كل دي تنسيقات أنا بغيرها زي ما أنا عايز على حسب طبيعة الشركة وعلى حسب أنا عايز أعمل إيه في الشكل العام بصغر خانة المسلسل مش محتاج الحجم الكله وهاجي أحدد المادة بتاع الفاتورة كله من نهاية كده البداية وهعمله توسيط هنا وهعمل حدود اللي هي هضغط عليها وبعد كده هعمل توسيط ايه هو بعد كده عايز أكبر حجم الخط من إيه كبيرة أو صغرها من إيه صغرها أو من حجم الخط اللي مكتوب عندي زي ما احنا عارفين الجزء ده وهاجي هنا أقدر أكتب بقى تعالوا نجرب كده البيان لو ضغطت على السهم وهو ظهر للقايمة اللي أنا ضفتها وليكن لوحة مفاتيح وماوس وشاشة أو طبعة وهاجي عندي المسلسل هنا هكتب الأرقام عندي وهسحب باستمر بالسحب وهاجيب تاني واحدة عشان تبقى الترقيم متتابع ومتتالي كده أنا صممت شكل الفاتورة عملت تصميم للفاتورة قبل ما أدخل فيها بقى الصياخ عملت التصميم الأول وبعد كده أقدر أضيف بقى المرحلة التانية احنا مدقين مع بعض مرحلة مرحلة عشان ما انتوش مع بعض تعالوا نشوف المرحلة التانية وهي أدخال الصياخ إضافة الصياخ قدامي أهو هاجي بقى عند المبلغ هنا وأقول له يساوي أضغط على علامة يساوي ميكيبورد وأضغط على الخلية اللي هي الكمية دي اللي هي قدامي وأضغط على نجمة مضروبة في السعر اللي هي دي 5 يبقى عشان يجيب المبلغ هيدرب الكمية في السعر وهضغط انتر هيدلع لسه لاننا مضتناش لسه الكمية والسعر هبدأ أنسخ نفس الجزء ده في باقي الأصناف اللي عندي تحت ونشوف بعد كده الجملة عايز يحسب لي إجمالي الأصناف كلها هاجي عندها وأقف عند الخلية واجي عند الفورميولاس وهضغط عند سم هنا من قوتو سم هيقول لي سم المدى ده هو قرال واحده تمام هقول له انتر من إي 5 لإي عندي 22 وأضغط انتر عندي طبق الدل طيب تعالوا نجرب لو لوحة مفاتيح عندي الكمية 10 والسعر 35 طيب طلع لي 350 جنيه ضرب لي 10 في 35 طيب الموس وليكن 7 في السعر 20 وهضغط انتر وهضغط انتر الخلية اللي بعديها على طول هيطلع لي 140 جنيه يبقى أنا كده وفرت وقت وجوه ده وماش هقعد أستخدم الألة الحزبة وشغل التقليد اللي كنت بعملوه قبل كده بيوفر معي الوقت واحتمالية الأخطاء بتبقى أقل طبعا أو تاكد تكون مفيش وجمع هوملي تحت هولا أنا عملت الدل صم عشان يجمع لي باقي المبالغ يبقى أنا كده عملت الدول وهو أحدد الجزء ده مثلا وليكن وأقدر أعمله برضو تنسيقات معينة هاجي عند أنا عايز أخليه بالعملة بالجنيه المصري هاختار الكارنسي أهو ظهر لي بالجنيه المصري عشان أعرف أن دي عملة طيب جاي في الجزء اليمين أقدر أخليه برضو في الجزء الشمال الطبيعي بتاعه أهو أشيل الأول الصفرين العلامات الكسور الموجودة جنبيها مش محتاجها من الأدايا اللي احنا دوسنا عليها بعد كده هحددهم أهو وبعد كده خلصنا وضفنا الصيغ في الفاتورة معايا زي ما قلنا أن الفاتورة أقدر أستخدم بيها إحنا بدأنا بجزء بسيط كده تصميم بسيط أقدر طبعا أنا أصمم التصميم اللي أنا عايز أعمله في الفاتورة على حسب الشركة وحسب طبيعتي وعلى حسب أنا تطورت فأقدر أشتغل في البرنامج أكتر من الأول أو إذا كنت مبتدئ وأقدر أضيف الصيغ الطبيعية اللي أنا عايز أضيفها في الفاتورة تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده هتتكلم عن إيه إزاي بقى بحفظ الفاتورة أو ورقة العمل والمصنف أنا عملت الفاتورة وعملت لها دخلت الدوال أو الصيغ عايز أحفظها بقى عشان تبقى أستخدمها بعد كده في أي وقت من sheet 1 بضغط عليها double click تحت عشان أسمي الإسم ده وليكن فاتورة أو فاتورة مبيعات وأضغط enter أنا سميت sheet أو ورقة العمل اللي تحت عندي في المصنف طيب أهدد الصف الثالث ده في المدى ده وأهدمجه وبعد كده أكتب مثلا فاتورة مبيعات وليكن أعرف أن دي فاتورة أو ممكن أكتب راقم بفاتورة كمان حسب ما أنا محتاج وهعمل تعبئة وليكن الدرجة دي تمام بعد كده وأقدر كمان أستخدم بقى أحفظ بقى من file و save as وهقول له احفظه لي هنا file name باسم الملف هسميه وليكن بقى اسم الشركة أو هو مثلا الشركة المتحدة وبعد كده أختار المكان اللي عايز أحفظ فيه وليكن documentos وأقول له save تحفظت معي عشان أقدر أستخدمها بعد كده وما تطوش مني ولا تضيع في المرة اللي جاية تعالوا نشوف الجزء اللي بعده ناخد بقى شوية تدريبات كده عشان نطبق بها على الفواتير وليكن قدامنا التدريب ده التدريب بيقول لي بمناسبة الأوكازيون قررت الشركة عمل خصم 15% على إجمالي قيمة كل فاتورة المطلوب إيه؟ قم بتعديل وتصميم الفاتورة ليتم حساب المبلغ المطلوب تعالوا نشوفها نطبق الكلام ده على الفاتورة إزاي؟ بس قبلها بيقول لي ملاحظات مبلغ الخصم بيساوي المبلغ في نسبة الخصم يبقى مبلغ الخصم عندي المبلغ مضروب في نسبة الخصم اللي هي في التدريب الـ 15% والمبلغ بعد الخصم بيساوي المبلغ ناقص مبلغ الخصم طيب أدرب أدمج الاتنين دول مع بعض في صيغة واحدة يمكن حساب المبلغ بعد الخصم في صيغة واحدة وهي المبلغ بعد الخصم بيساوي المبلغ ناقص وهفتح كوس هضرب المبلغ في نسبة الخصم على طول يطلع لي مرة واحدة النتيجة نطبق عمليه على طول ونشوف قدامنا اهو وليكن هاجي عند الصف 25 تحت الاجمالي ده واحدد المدى ده واقول له من هوم اعمل له دمج Merge and Center دمج وتوسيط وبعد كده هقول له نسبة الخصم عشان اطلع نسبة الخصم هنا انا مدياني في تمرين 15% طيب عايز اطلع بقى الخصم ده من قيمة الفاتورة هعمل ايه طيب نحدد برضو المدى ده واعمل له دمج وتوسيط برضو وهقول له المبلغ بعد الخصم طيب بعد كده هنيجي عند الجزئين دول هحددهم وعمل لهم تنسيقات كده برضو عشان يبقوا واضحين معايا هعمل لهم تعبئة باللون ده مثلا واعمل لهم برضو حدود واضحين وهاجي هنا عند المبلغ بعض الخصم هقول له هضغط على يساوي من الكيبورد وبعد كده هاجي عند الإجمالي اضغط عليها واطرح ناقص زي ما قلنا اللي هنعمله في صيغة واحدة هفتح الكوس واقول له المبلغ ده مضروب فيه نسبة الخصم نركز مع بعض عشان ما انتهش وهقفل الكوس وبعد كده هضغط انتر ميلكي بورد وطلع لي المبلغ بعد الخصم الخمستاشر في المية كانت سبعة تلاف تسعمية وتسعين طلعت ايه المبلغ اللي هو اتخصم منه الخمستاشر في المية هعمل نسخ للخلايا هنا وليكن يعني دي عشان يطبق لي برضو العملة والكلام ده والتنسيقات اللي انا عملها في قبلها والخمستاشر في المية برضو عمل لها تعبئة هنا عشان تبقى واضحة معي يبقى انا كده ضفت نسبة الخصم وعملت المبلغ بعد الخصم زي ما انتوا شايفين طلع لي الصيغة اللي انا عملتها وطلعت معي في النهاية بالشكل اللي احنا شفنا يبقى اول تدريب زي ما احنا شفنا ضفنا الصيغ واقدر كمان اعدل طب لو اعدلت نسبة الخصم هتتعدل معي المبلغ بعض الخصم ولا هحتاج برضو اعمل صيغة تاني من اولو جديد وكذا تعالوا نشوف برضو مع بعض الكلام ده واحنا شغالين هيحصل ازاي تعديل نسبة الخصم نجرب ونشوف قدامي نسبة الخصم كانت 15% طيب لو جيت عدلت النسبة هحددها واخليها مثلا وليكن نسبة الخصم زادت 25% وضغط انتر ان فعلا خصملي على طول لوحده بقت 5993 طيب لو قللتو مثلا خليته 10% وضغط انتر وهكذا عندي بيقرأ على طول نسبة الخصم يبقى انا زي ما انتوا شايفين الفواتير الالكترونية بتوفر معي وقت كبير جدا ان انا قاعد استخدم الحزبة واقعد اغلط واقعد عدل في الفاتورة بتطلع معي على طول مرة واحدة طيب تدريب تاني التدريب بيقول لي بفرض ان المؤسسة قررت اضافة ضريبة المبيعات وقدرها 20% على كل فاتورة المرة دي هيضيف ضريبة مبيعات مش نسبة خصم طيب قدرها كام 20% على كل فاتورة المطلوب عدل تصميم الفاتورة لحساب اجمالي المطلوب من العميل بعد اضافة ضريبة المبيعات تعالوا نشوف هنعمل التدريب ده هنحله ازاي وزي ما قلنا المواحظات في التدريب اللي فات برضو هنا بيقول لي مبلغ الضريبة بيساوي المبلغ بعض الخصم في نسبة الضريبة تمام طيب المبلغ المستحق بعد اضافة الضريبة بيساوي المبلغ بعض الخصم زائد المبلغ طيب لو جيد بقى قدر اعمل العمليتين دول في صيغة واحدة عن طريق بقول له المبلغ بعض اضافة الضريبة بيساوي المبلغ زائد المبلغ مضروب في نسبة الضريبة داخل الكوسين نشوف عملي الجزء ده وياريت نركز فيها كويس جدا عشان ما نقلطش تعالوا نشوف هنطبق الجزء دي ازاي قدام الفاتورة هاي هاجي عند الصف اللي تحت ده وليكن الصف ثمانية وعشرين هحدده حدد للحط بجزء ده وعملوا دمج برضو توسيط وهقول له ضريبة المبيعات اللي انا هضيفها على نسبة الفاتورة وليكن هو ايه اللي في التمرين عشرين في المية هكتب عشرين في المية علامة في المية شفته خمسة من الكيبورد هحدد الجزء اللي بعده بكل كشمال واسحة بالماوس بعد كده هقول له ميرج ان سنتر وهقول له المستحق بعد الضريبة المبلغ اللي هيدفعه بعد ما يضيف الضريبة اللي هي عشرين في المية نحدد الجزءها دي ونعملها تعبئة ونعملها توسيط برضو واقدر بعد كده كمان اعملها تعبئة واغير اي تنسيق عايز اعمله طيب نيجي بعد كده عند الجزء هنا واقول له علامة يساوي لازم ابدأ علامة يساوي عشان يقرأ معي انها نصيغة وهقول له المبلغ بعض الخصم زائد مرة دي زائد مرة دي كان ناقص عشان كان المبلغ بعض الخصم مرة دي ضفت ضريبة المبعات وهفتح الكوس وهقول له ضريبة المبعات دي مضروبة فيه برضو المبلغ بعض الخصم وانا عملتها في معادلة واحدة هو قفلت الكوس اقدر اعملها في الاثنين عادي بس احنا بنختصر مع بعض وضغط انتر طلع لي ضف لي نسبة العشرين في المية على المبلغ هنا طبيعي المبلغ هيزيد معي هنسخ برضو التنسيق من هنا وهعمله هنا عشان يبقى نفس التنسيق التنسيق اللي قابله زي ما احنا شايفين طلع لي المبلغ زاد لانه ضف ضريبة مبيعات على الفاتورة اقدر احدد الجزء ده واعمله حدود برضو هنا هو البوردرز بقى شكل الفاتورة منصق ومنظم الى حد ما اقدر اطور من الفاتورة زي ما انا عايز واقدر اضيف الصيغ زي ما قلنا اللي انا عايزها على حسب طبيعة المؤسسة واقدر اعدل فيها براحتي زي ما انا عايز ندخل على الجزئية اللي بعد كده وهي اخفاء خطوط الشبكة ازاي بيتم اخفاء خطوط الشبكة اللي موجودة بالفاتور مش عايزها تظهر معي عايز اخفيها قدامي الشيت ده اهو عايز اخفيه هاجي عند ومن المجموعة هقول له هاجي عند الى خطوط الشبكة وهاشيل علامة الصح او الشكل اللي قدامها زي ما انت شايفين الخطوط على الورقة ما مش باقي للخطوط اللي انا محددها له في الفاتورة بس هي اللي ظهرها معي يبقى انا كده اعملت اخفاءة خطوط الشبكة من تاب ويب في ويب فيو وبعد كده من المجموعة شو اخترت جريد لاينز شيلت علامة الصح من قدامها لو عايزها تظهر تاني طبعا بضيف الشيك عليها ناخد تدريب تاني التدريب مرة دي بيقول لي بقى عايز اصمم الفاتورة بعد ما صممت الفاتورة عايز اعدل فيها تعديل بسيط واضيف زرار للطباعة بمجرد ما اضغط على الزرار ده يضبع للفاتورة زي ما انا اعايز نشوف هضيف الجزئية دي ازاي من التبويب insert وبعد كده هاجي عن chips اشكال وهضيف شكل عشان اعمله الزرار وليكن هخلي هنا احدد بالموز بكليك شمال واسحب وهخلي الجزئية كده وهقول له هكتب جواه طباعة اسم يدل علي على وظيفته وبعد كده من التبويب هامل bold وكبر حجم الخط زي ما انا عارفين التنسيقات العادية واعمله ده بقى توسيقه وسط الخط وازبط بقى عندي هنا الجزئية اللي انا عايزها هاجي عند التبويب view واجي عند macros وهضيف بقى الماكرو هعمل تسجيل الماكرو هدوس على record macro واقول له وليكن اسم الماكرو طباعة وبعد كده هقول له ok وبرضو انا عندي بقى تسجل الخطوات دلوقت كل خطوة بعملها بتسجل معيها ضغط على file وبعد كده هدوس print وبعد كده ازبط بعد ما ازبط الايدات اللي انا عايزها اهو وال e4 واليكن والحجم والنوعات والطبع نوع الطبعة وهقول له print هضغط على print بطبع طبعا لو الطبعا متوصلها يطبع معي كده انا سجلت الخطوات اللي انا عايزها هدوس على مكروز تاني وهوقف الrecording هدوس stop recording اوقف تسجيل بعد كده الزرار بقى معي اهو اقدر اضيف بقى المكرو اللي انا عملته هضغط عليه click mean بالماوس وهقول له assign macro وهدوس على طباعة اللي انا عملته اللي هو المكرو اللي انا عملته وسميته طباعة وهقول له ok دلوقت دعاله نجرب اهو المؤشر موز تحول الرمز اليد اهو لو ضغط عليه على طول طباعة ليه وجاب لي الرمز لو الطبعة متوصلة بالجهاز هيطبع على طول الوفق التعديلات اللي انا عملته له في المكرو يبقى زي ما انتو شايفين الفاتورة اللي انا عملتها عملت الفاتورة صممتها وبعد كده ضفت التنسيقات اللي انا عايز اعملها والصيخ وبعد كده كمان اقدر اضيف سرار اطبع عن طريق مكرو بسجله ومجرد ما اضغط بيطبع لي الفواتير اللي انا عمل يبقى كل العملية دي بتبسط لي طبيعي الجزء اللي انا عايز اعمله في المحاسبة بسورطة التقليدية لا انا طورت منها وعملتش استغلت منها بسورطة الالكترونية عن طريق تطبيقات الحاسب الالي تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده هتتكلم عن ايه تدريب تاني عندي التدريب بيقولي بقى طلب منك مديرك تصميم فاتورة الالكترونية لنموذج الفاتورة الورقي المستخدم بالشركة وهو كالتالي يالي تنركز في التصميم ده قدامي التصميم اللي قدامي ده مؤسسة مستقبل مصر للتجارة وتوكيلات والعنوان بتاعها ميدان روكس الكاهرة وفاتورة مبيعات والتاريخ واسم العميل ورقم الصنف واسم الصنف والوحدة والكمية وهكذا الحاجات اللي احنا عارفنا في الفاتورة التقليدية وعايز يضيف البيانات اللي قدامي دي بيقول لي صمم الفاتورة الالكترونية ثم سجل المبيعات الاتية رقم الفاتورة مية خمسة وعشرين والعميل شركة الاهرام للتصدير والاستيراد القاهرة والتاريخ اهو ورقم الصنف واسم الصنف قدامي والعدد للكمية والوحدات والسعر الوحدة بالجنيه المصري طيب بيقول لي نركز مع بعض هنا بيقول الخصم التجاري على الصنف الاول والتاني فقط 10% بيبقى محدد لي هنا على اول صنفين اللي هو اللابتوب ولوحة المفاتيح 10% والتالت معه لهوش خصم طيب يتم اضافة ضريبة المبيعات على قيمة الفاتورة الاجمالي بنسبة 12% وبيقول لي نقطة مهمة هنضيفها برضو نركز فيها بيقول لي تم تحصيل مبلغ 65000 جنيه من العميل نقطة هنضيفها برضو في الفاتورة واحنا بنصممها نشوف مع بعض احنا صممنا شكل الفاتورة زي ما انتوا شايفين اهو احنا عارفنا ازاي بنصممه طيب نبدأ نضيف بقى الاجزاء وضفت اهو الحاجات اللي طالبها مني وضفت رقم الفاتورة وتاريخ واسم الشركة والعنوان بتاعها واسم العميل والاصناف والكمية وسعر الوحدة هنبدأ بقى نشوف نحسب بقى الحاجات اللي طالبها مني في الفاتورة طيب نبدأ عند الخصم هو ايه اللي الخصم على الصنف الاول والتاني بس طيب هقوله يساوي الكمية مضروبة في سعر الوحدة مضروبة في كام اللي هو ايه اللي على الصنف الاول والتاني عشرة في المية مكتب عشرة وعلمة في المية شفته 5 من الكيبورد وهضغط انتر طلعتلي 72000 طيب هسحب لتحت اهو طلعلي برضو طبقلي على الجزء اللي تحت هنقلنا على الصنف الاول والتاني بس طيب القيمة هنا هقوله يساوي وبعد كده هضغط الكمية مضروبة في سعر الوحدة ناقص الخصن وهضغط انتر طلعلي القيمة النهائية هنسخ برضو المرة دي هنسخهم على التلاتة كلهم زي ما انتو شايفين بعد كده هاجي عند اجمالي الكمية وهقوله هجمع الكميات دي هقوله يساوي وهكتب سم اهو بمجرد ما اكتب اول حرفين ظهرت معايا هضغط عليها double click شمال ضغطين شمال بالموس وهسحب الكميات دي عشان يجمعهم لي من المدى لقدامي وهضغط انتر طلعلي الاجمالي الكمية طيب اجمالي الفاتورة هحسيبه ازاي هضغط ملكيبورد يساوي وبعد كده هقوله سم اهو وبعد كده هجمع القيمة اللي موجودة دي 3 وبعد كده هضغط انتر طلعلي بالمبلغ الموجود نيجي بعد كده عند ضريبة المبيعات هضغط على الخلية واقوله يساوي وبعد كده اجمالي الفاتورة مضروبه في 12% لانه هو اللي في ضريبة مبيعات 12% على اجمالي الفاتورة وضغط انتر طلعلي المبلغ ده طيب المبلغ المطلوب هقوله هاجي عنده واضغط على يساوي واقوله اجمالي الفاتورة ناقص هو عايز يضيف المبلغ المطلوب يبقى هجمع اجمالي الفاتورة على ضريبة المبيعات الاضافية اللي انا ضفتها اللي 12% وطلعتلي بالمبلغ ده طيب المبلغ المدفوع نقضا هو دافع عشان كده قلتلكم ركز هو دافع مبلغ نقضا وهو 65000 جنيه طيب يبقى المبلغ المتبقي كام هقول يساوي المبلغ المطلوب معقص المبلغ اللي دفعه وهو 65000 هضغط عليه وهضغط انتر طلع لي المبلغ المتبقي يبقى احنا حسبنا الجزئية اللي احنا عايزين نحسبها زي ما انت شايفين ببساطة جدا كل حاجة اجمالي الفاتورة واجمالي الكمية والخصم النقدي وكل حاجة طلعت معايا ببساطة يبقى احنا بصمم زي ما قلنا الفاتورة وقدر اضيف كمان رقم للفاتورة واسم العميل وقدر اضيف عنوان الشركة نفسها وقدر كمان اضيف تاريخ للفاتورة واي عنوين عايز اضيفها في الفاتورة او اي بيانات وبعد كده بقدر احسب بقى الاجمالي وضريبة المبيعات والخصم والزيادة وقدر كمان اضيف المبلغ المدفوع نقضا وقدر اطراحه ولغاية ما اعمل كل العمليات بتاعتي في الصياغ داخل الفاتورة الالكترونية زي ما تشايفين احنا اخذنا اكتر من تدريب عشان نقدر نفهم مع بعض اكتر من تطبيق للفاتورة عشان اقدر انا صمم بقى انتم بنفسكم تجربوا وتعملوا شغل احسن من كده بازن الله احنا بنبدأ بحاجات بسيطة وبنتدرج لغاية ما نوصل لجزئية اصعب او مش اصعب متقدمة شوية في البرنامج ندخل على جزئية تاني تعالوا نشوف على الجهاز ازاي بنشئ نموذج لكشف المرتبات تعالوا نشوف نموذج كده سريع تدريب عملي قررت الشركة التي تعمل بها الانتقال من النظام الورقي في حساب الاجور والمرتبات الى النظام الالكتروني لما يوفره من سرعة ودقة في نتائج العمليات الحسابية يبقى عايز اعمل النظام الاجور بالنظام الالكتروني اللي عندي بالبرنامج الاجسل المطلوب تصميم كشف المرتبات الالكتروني مستخدما بنود الاستحقاقات والاستقطاعات التي يتم حساب المرتب بناء عليها في الشركة بحيث يكون جاهز للطباعة وداني الشهر وليكن شهر ابريل 2021 بيقول يضيف الجزء ده في الكشف بيقول بيانات الشركة وهي اسم الشركة الشركة الدولية البترول والعنوان بتاعها والفرع واجمال الاستحقاقات بيقول عبارة عن ايه اساسي المرتب والعلاوة الخاصة وبدل التخذية اما اجمال الاستقطاعات بيقول عبارة عن ايه عن استقطاع غياب وجزائات وضرائب وضيف لي خانة للصافي المستحق في النهاية نشوف هنطبق الجزء ده ازاي بيقول علما العلاوة الخاصة بتحسب بنسبة 10% من المرتب يبقى وتخصم ضريبة على اجمالي المرتب 5% مع ادراج عمود للملاحظات يعرض حالة الموظف بيعرض لحالة الموظف اذا كان غاب ولا ما غابش في الشهر نشوفه سريعا مع بعض كده هنصممه ازاي قدامنا صممت الفاتورة اهي الكشف المرتبات وضفت اسم الشركة ومرتبات شهر ابريل 2021 وفوق هوا البيانات بدعتها وزي ما هاجي عند العلاوة الخاصة هو 10% من اساس المرتب هقوله يساوي وهضغط على الخلايا اللي فيها اس مرتب مضروبة فيه 10% وهضغط كده ضفنا الصيغة طيب بعد كده عايز انسخها في باقي الخلايا هسحب بالماوس لتحت خالص عشان انسخهم هنا طيب عايز اجمالي الاستحقاقات عايز اضيفه هقوله يساوي هسحب المدد اهو هقوله ده او اسحبهم او اضيفهم واحدة واحدة وهكذا اللي هو اساس المرتب زائد اللي هو الخاصة وبدل التغذية واسحبهم لتحت عشان يتطبق في باقي الخلايا يبقى انا كده اجمالي الاستحقاقات هيجمالي جزء اللي قابله طيب اما عايز بقى احسب الغياب طيب هو ازاي القيمة هقوله يساوي ركز مع بعض وهفتح بعد كده عندي الكوس وبعد كده هقوله هحسب اليوم اساسي المرتب على طبعا الشهر تلاتين زي ما يطلع عدد ايام الشهر وقفل الكوس مضروبا في وقال لي اليوم بيومين يبقى في اتنين هيطلع اليوم الغياب ويضرب ولي في اتنين مضروب في عدد ايام الغياب ولو غاب يومين طبعا بيومين وهكذا بيتضرب على حسب نظام بتاع الشركة وهضغط انتر وهنسخه برضو في باقي الخلايا يبقى انا كده ضفت التنسيق بتاع الغياب هاجي عند جزء بتاع الضرايب وهقوله يساوي اساسي المرتب مضروبا في يبقى نجمة 5% هو قال لي في 5% ضرايب وبردو لو عايز انسخ الجزء ده اهو عند علامة الزائد اول ما تظهر معي واسحب بكليك شمال للموس لتحت وبردو هنا طيب هاجي عند اجمالي الاستقطاعات هقوله ايه بقى هتتحسب ازاي هقوله يساوي عدد الايام اللي قال قيمة الغياب زائد الجزاءات زائد الضرائب وهقوله انتر يطلع لي الاستقطاعات اللي هتخصم من المرتب وهنسخم برضو على باقي الاسماء عندي بتاع الموظفين وهاجي عند الصافي بقى اللي هيقبضه في الآخر الموظف بعد ما يتخصم منه الاستقطاعات هقوله يساوي اجمالي الاستحقاقات ناقص اجمالي الاستقطاعات وهضغط انتر ولو سحبت بعد كده هيتنسخ معايا في الباقي زي ما احنا عارفين لازم بدل من نعود لها اكتر من مرة وبعد كده الملاحظات عايز بقى يظهر لو الموظف ده غاب يقول لي في غياب عندي لو ما ظهرش يعني حالة الموظف من الاخر هضغط يساوي و هضغط الاف اكس وبعد كده هقول له هضغط علي دبل كليك بيقول لي الشرط اللي انت عايز تضيفه هقول له عدد ايام الغياب هنا هضغط عليها اللي هي اكبر من لو اكبر من او يساوي الواحد يعني لو غاب يوم كده الشرط ده لو تحقق value after o هقول له تغيب اثناء الشهر وهقفل وهاجي هنا برضو هقول له value if false لو ما تحققش الشرط ده هعنال واسبها فاضية يعني سبها يلي فاضية وهقول له اوكي واقدر انسخ عندي تحت اهو لو نسخت الجزء ده تحت اتطبق معي زي ما انت شايفين اهو طيب نشوف فهم التدريب السابق اسمه هو وعايز اطبق عليه البيانات الموجودة عندي مرتبه 1000 جنيه وبيتقضى بدل تغذية 50 جنيه وعلى وخص 10% وبيتغيب 3 يام ولم يتم توقيع اي جزء عليه تعالوا نشوف ازاي بنتبقه بسرعة كده قبل الوقت بتاعنا هنيجي عند المسلسل رقم واحد وهقول له واحد وهاجي عند الاسم هضيف الاسم اللي عايزه وهو الاسم وليكن ابراهيم محمود محمد وعند اساسي المرتبه هو ايلي اساسي بتاعه 1000 جنيه وايلي في علاوة عندي العلاوة الخاصة عندي خلاص 10% نضيفها حسبت 100 جنيه اهي زي ما انتم شايفين وبدل تغذية 50 جنيه يبقى عمال لي جمعهم لي مع بعض طلع لي اجمالي استحقابات 1150 وقال لي تغيب 3 ايام طلع لي زي ما انتم شايفين النسبة عندي اهي اجمالي استقطاعات 200 جنيه هوسع شوية طبعا اول ما ظهر شباكي يعني الخلية مش استحملة بوسع شوية المدى بتاعها زي ما انتم شايفين طلع لي الصافي 950 اهو طرح لي الاستحقاقات من الاستقطاعات يعني الاستحقاقات خصم منها المستقطع وطلع لي الصافي بتاع المرتب وهو 950 جنيه وفي خانة الملاحظات اللي انا عملتها من شوية اللي كتب لي تغيب اثناء الشهر يبقى ضف لي الخانة زي ما انتم شايفين وعمل لي التطبيقات العمالية وبكده نكون خلصنا حلقتنا اه احنا خدنا النهاردة مع بعض الفاتورة ازاي بصمم النظام محاسبي كامل عن طريق خدنا منه تطبيقات بسيطة وازاي قولنا ازاي بننشئ الفاتورة الالكترونية وقولنا ازاي بنشئ كشوف المرتبات والاجور وازاي بعملها وضيف الصيغ اللي انا عايز اعملها عندي ببساطة جدا اتمنى تكونوا استفدتم من حلقتنا النهاردة ويا ريتنا نطبق مع بعض الجزء اللي احنا خدناه واي سؤال تقدر تسألو لي عليه وبإذن الله هجوابكم في الحلقة القادمة نترككم في رعاية الله وامنه والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته